الاعداد القوية المشاركة في ميدان الوثبة عاصمة الميادين التي ترحب دائما وتستوعب الحقيقة هذه الاعداد الكبيرة المشاركة في هذا اليوم وفي غير من الايام بداية خير بداية تشعيرات بداية ايضا انطلاقات قوية وشعارات لامعة تبحث منذ بداية هذا الموسم فاندل هذا على شيء فانما يدل على دعم المستمر من اصحاب السمو الشيوخ حفظ الله الامارات حكومة وشعبا بالخير وبالامن والاستقرار اللهم امين مباشرة مع المركز الاول مباشرة مع الصدارة الاولى ويا محل العسل يا محل العسل مع عشيلة الله عشيلة علي بن مسفر بن علي الخيالي على المركز الاول روح يا ابو علي بينما المركز الثاني والانتقال من الفاتنة حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي ضيفة عزيزة وصلت من ميدان بيدية بسلطنة عمان الشقيقة بينما هنالك الاسماء اللامعة الاسماء الباحثة ايضا عن الانتصارات شعار بن مفتاح من يحلق بالمركز الثالث بينما هنالك ايضا اسم قوي الحذرة الزفنة بن مسلم بن الزفنة العامري على المركز الثاني انتقلت انتقالات سريعة وهنالك منصورة حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي بينما المركز الرابع الوصول القوي ايضا من الاسماء الباحثة عن الانتصارات الباحثة عن التحديات هنالك جمهرة محمد بن حمد بن سالم الوهيبي مع جمهرة مع هذه ايضا اللقاءات القوية بينما اعود الى المركز الاول اعود الى الصدارة الاولى والى القوة والى اللثارة الحذرة 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 في مقدمة هذا الشوط المميز الزفنة بن مسلم بن الزفنة العامري والتغييرات القوية التغييرات القوية من قبل من تحمل لنا الرقم سبعين واسمها غزو لا سالب بن محمد بن ظبيب العامري روح يا بن ظبيب وفق الله وفق الله يا بن ظبيب مع هذه الانتقال القوية على المركز الاول ووفق الله الجميع المشاركين ان شاء الله بينما المركز الثاني القوة والإثارة من الفاتنة حمود بن صبيح بن محمد الوهيبي المركز الثاني المركز الثالث هنالك زاوية اخرى اسماء قوية مشاركة اليمامة الله يا بن ثابت الله يا اليمامة على المركز الثالث هنا ايضا تحيي الجماهير وتنتقل من مركز الى مركز سلطان بن حميد بن ثابت الوهيبي من محافظة جنوب الباطنة تحديدا ولاية بركة يرفعون كفتهم بالدعاء بالتوفيق لهذا الشعار بينما المركز الثاني وصول ايضا وانتقالها قوية ايها الاخوة من الحذرة عبدالله بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الثاني بينما ثالث الاسماء انتقالها قوية وشعار مبدع وصل في هذه اللحظات الله 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 الشهرية اسهي سعيد بن محمد بن هويم العامري وايضا شعار قوي وصل ملازيم محمد بن حمد بن كردوس الله يلعامري اسماء قوية اسماء تاريخية اسماء تتحدث لو اقلب صفحات التاريخ وارشيفه فوالله لو جدت تاريخ مشرف للاسماء المشاركة اعود الى المركز الاول والى صدارة اليمامة حلقت اليمامة حلقت اليمامة وهذا هو السجل الذهبي اينك ايها القلم الذهبي لكي ادون هذا الاسم العريق واسم اليمامة سلام تاريخي سلام من الوثبة سلام من الوثبة الى بركة سلام من عمان الى الامارات هذه هي اليمامة هذه هي اليمامة المركز الاول غادرت بالسلامات تحية سلام وتهاني بركوي على هذا الفوز المنتصر سلطان بن حمد بن ثابت الوهيب المركز الثاني قدمت عرض ممتاز هذه لحظات الوصول ايضا من قيادة صعيد بن حمد بن سيف بن محمد العامري المركز بن عيف العامري المركز الثالث ملازيم محمد بن حمد بن كردوس العامري المركز الثالث المركز الرابع خامسا الى لجنة مختصة تختص في مجال وتدخل هذه المداخلات الجماعية على كل حال هنا لجنة مختصة تثبت دائما وابدا المراكز المتدفقة في دخولها الجماعي التهانينا والناموس ايها الاخوة الكرام لليمامة وايضا لجماهيرها في لحظات وصولها سلطان بن حمد بن ثابت الوهيبي اربع دقائق ثلاثة وعشرين توقيت مميز وخمسة اجزاء من الثانية تهانينا والناموس بينما المركز الثاني الحقيقة اللي فاجأتنا مفاجأة قوية ايضا وصلت بقيادة مميزة سعيد بن حمد بن سيف بن محمد العامري ايضا بن عيف بن عيف ما قصر والحق ينقال ولابد من ذكر والشكر بينما توقيتها زمني اربع دقائق ثلاثة وعشرين ثانية وجزئين من الثانية بينما من احتلت مشاهدين متابعين الاعزاء المركز الثالث هذه اللحظات الوصول وتوقيتها الزمني هو اربع دقائق سبع وعشرين ثانية وتسعة اجزاء المركز الثاني الثالث كان من نصيب ملازي محمد بن قردوس العامري وفي المركز الرابع مشاهدين متابعين الاعزاء الاسماء المتدخلة هناك لجنة تأتي بتوقيتاتها وبامورها وبترتيبها على حسب الكشوف والوصول على كل حال شوطن قادم ومسيرة اخرى ايضا من الاسماء